السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بنام من كالرس فور لايف مرحبا فيكم في قناتي للحرف اليدوية اليوم ان شاء الله هنتعلم كيف نعمل ميدالية الكوكيز الجميلة هادي زي ما انتم شايفين الميدالية سهلة جدا وبسيطة ما تاخد وقت هادي بعض المعدات اللي انا استخدمتها عشان اعمل الميدالية هادي اللي حقت الكوكيز اولا عشان تعمل الميدالية هتحتاج الى خيوط خيط بنون الكوكيز الخيط اللي تبغي ممكن تستخدمي لون بني اغمق شوية على اساس انه تعملي مثلا كوكيز بالشوكلت اللي تبغي لون افتح لون اغمق اللون اللي تشوفي انه هو مناسب للون الكوكيز استخدمي لون مصاحب بس عشان الفيونك اللي هنا طبعا ممكن تعمل الفيونك هادي بابيونا بحيس انها تصير زي الكرافيتة يصير يتحول الكوكيز من كوكيز كيوت جيرل كده وبناتي الى كوكيز بلادي في الكوكيز هادي انا استخدمت معاها سبيشال من ستايل كرافت خيط اسمه سبيشال دي كاي سبيشال باي ستايل كرافت المركة اسمه ستايل كرافت خيط اكريليك عادي ما في شيء اي خيط تقدر تستخدمي ما تفرق بالنسبة للفيونكا اللي هنا حق تشعر انا بس استخدمت اليز بلا هتحتاجي لي خيط تطريز اسود كمية مرة بسيطة بس عشان اعمل رسمة الفم هاحتاج الى جوخ عشان اعمل الخدود هادي وممكن تستغني عنها قطعة صغيرة زي كده هتحتاجي الى الاعين عشان تعملي الاعين انا عندي بالنسبة لي في الدرس هذا استخدمت اعين مقاس 10 ملي خلاص طبعا يعتمد مقاس العين على مقاس الكوكيزا الناتج فبالنسبة لي انا في درس اليوم انا هستخدم 10 ملي شوية مرة من الفايبرفيل او حشو الدماء طبعا انا هستخدم صنارة مقاس 3 ملي هتحتاجي ابر تنظيف ماركر مقاس عشان تقصي الاشياء والخيوط وكل شي هحتاج ولاعة صمغ كماشة قطعة ممكن يعني اذا كان المقاس طبعي قوي بما فيه الكفاية انه هو يقص طرف الديل تبع الاعين من هنا ممتاز خير وبركة طبعا هتحتاجي اللي هي ميدالية المفاتيح انا عندي هادي اي نوع عندك ما بيفرك هنا عندي بلاستيك قوي عشان حطيته في الظهر من جوه بحيس انها ما تنتني وتتعفض كده لما تكون داخل حقيبة او تكون داخل يعني في وقت الاستخدام في بعض البنات ذكروا انه انت ممكن تستخدمي الاشعة البلاستيك تبع الاشعة ان متوفر عندك وكان عندك اشعة قديمة ما يعني ما انت مستفيدة منها استخدميها في هذا الشي الاشعة قوية بما فيه الكفاية انها تديكي ستركشر او بنية جيدة لعلاقة المفاتيح هذا اللي هتحتاجي يلا نشتغل سوا ونعمل الكوكيز اول ما نبدأ راح اعمل الظهر خلاص هو عموما ان الظهر والوج واحد بس هنبدأ نعمل الظهر من هنا خلاص وهي عبارة عن دائرة عادية بتزايد منتظم عادي جدا ما فيه ولا اي حاجة هابدى باللون البيج في دائرة سحرية انا كان عندي فيديو سابق علمتكم في كيف تعملوا الدائرة السحرية المزدوجة هحط لكم رابطه في مربع الوصف اسفل الفيديو راح اعمل ستة حشوات واحد حكفل الدائرة السحرية باني اسحب الديل شوية عشان اشوف اية واحد من اللفتين بيصغر اللفة اللي بتصغر هرجع اسحبها من مكان خروج الديل وبعدين ارجع اسحب الديل ما راح اكفل بمنزلقة خلاص هاكمل بشكل حلزوني في بناء الدائرة بس هحط ماركر في اخر حشو عملته في كل دور هذا الدور الاول بنهاية الدور راح يكون عندك ستة حشوات الدور الثاني يبدأ التكرار من هنا راح تعملي اتنين حشو في الحشو التالي واحد اتنين في نفس الحشو هتكرري في كل حشو هتعملي اتنين حشو ورجع الماركر لاخر حشو عملتيها بنهاية الدور الثاني راح يكون عندك اطمعشر حشو الدور الثاني الدور الثالث هيبدأ التكرار من هنا في الغرزة التالية هتعملي واحد حشو في اللي بعدها هتعملي اتنين حشو او تزايد حشو واحد اتنين هتكرري خمسة مرات كمان بنهاية الدور الثالث راح يكون عندك تمنطعشر غرزة حشو الدور في الرابع يبدأ التكرار من هنا في الغرزة التالية هتعملي حشو الغرزة اللي بعدها هتعملي تزايد حشو او اتنين حشو الغرزة اللي بعدها هتعملي واحد حشو اعيدلك التكرار حشو تزايد بعدين حشو في الثلاثة الغرزة التالية هتكرري خمسة مرات كمان بنهاية الدور الرابع راح يكون عندك اربع وعشرين حشو الدور الخامس راح يبدأ التكرار من هنا هتعمل حشو في الثلاثة الغرز التالية حشو واحد في الثلاثة الغرز التالية واحد اثنين ثلاثة في الغرزة اللي بعدها هتعمل اثنين حشو واحد اثنين هذا هو تكرارك هعيد حشو واحد في الثلاثة الغرز التالية اثنين حشو او تزايد في اللي بعدها بناءة الدور الخامس راح يكون عندك تلاتين غرزة حشو الدور السادس هيبدأ التكرار من هنا هتعملي حشو واحد في الغرزة التالية هتعملي تزايد حشو في الغرزة اللي بعدها واحد اثنين يعني اثنين حشو بعدين هتعملي حشو في الثلاثة الغرز التالية واحد اثنين هتكرري واحد تزايد بعدين واحد في الثلاثة التالية خمسة مرات كمان هكرر وعرجالك بنهاية الدور السادس راح يكون عندك ستة وثلاثين غرزة حشو الدور السابع هيبدأ التكرار من هنا هتعملي حشو واحد في الخمسة الغرزة التالية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هتعملي تزايد حشو في الغرزة التالية هذا الحشو الاول وهذا التالي هتكرري خمسة مرات كمان بنهاية الدور السابع راح يكون عندك اثنين واربعين غرزة حشو كده خلصت الظهر خلاص هتكفلي بمنزلقة في الغرزة اللي بعدها هتقص الخيط سيبي ديل بسيط لعني انتي هذا الديل هيتخبب في داخل الكوكيز ما هيبان اذا حبيت انه انت تخفي وتخبي بالطريقة المعتادة اعمل اللي يريحك هادو الظهر تبع الكوكيز هتكرري الخطوات مرة تانية للوجه من الدور الاول للدور السابع مع فرق واحد انه انتي ما راح تقصي يعني توصل لاخر غرزة في الدور السابع وتوقفي وبعدين نرجع نكمل مع بعض اوكي انا هنا اعملت الوج هادو كان الظهر وهادو الوج وزي ما انت شايفه ما قصيت الخيط الخطوة الاولى هتركب الاعين الاعين هتكون ما بين السطر التالت والرابع فوق المنتصف بقليل خلاص فانا يكون عندي هادو السطر الاول تاني التالت وهذا الرابع هنا ما بين التالت والرابع من هنا واحد اتنين تلاتة وهذا الرابع هنا يصير من هنا ومن هنا شايف هذا المنتصف بدي الطريقة ارفعي شويتين كده وعمليهم لا تحط الظهر او الكلبسات هادي لحد ما تتكدي مما كان الاعين وانه انت مناسبتك لانه لو حطتيها خلاص صعب مرة تفكيها تاني طيب اضغطيها للاخير بداه الشكل واضغطي التانية من ناحية التاني للاخير الان زي ما انت شايفة انا ما ابغى يكون في عندي مجال كبير او عفوا يعني ما بيكون عندي سمك او سماكة في العمل فاول حاجة اما تجيبي مقص حاد جدا وقوي او انا عندي هنا الكتر هادي الكتر شايفتها حاقص الزايد هادا الان حاجيب الولاعة بس انتبهي ما تولعي العمل نفسه انا حولي بس شوية هنا البوز ده بس ابغى سيحه شوية بمجرد ما اطف فيه وهو حار اضغطيه كده على طرف الولاعة عشان ينضغط تماما ويصير مسطح زي ما انت شايفة خلاص الآن احب اسوي مرة واحدة الفم عندي هنا خيط التطريس مدبل انا الخيط اللي بستخدم كوتومبر ليه عادي خلاص الفم حيكون في المنتصف ما بين العينين وفوق تلاتة غرز خلاص من غرز السطر التالت عندي هذا السطر الاول او الدور الاول هذا الثاني وهذا التالت فوق تلاتة غرز شوفي كده في النص يعني هنا هيكون شايفتها فانا هدخل من هنا بهذه الطريقة ان شاء الله تكونوا شايفين خلينا نقرب لكم الكاميرا اكتر طيب وسيبي ديل عشان بعدين تربطي هادخل في المنتصف ببعض غرزة ونص يعني في النص من هنا عشان اعمل الحردة هادي لو سويتها دخلت على طول هنا بعد تلاتة غرز هيصير عندي الفم مستقيم صح ولا لأ فانا هسويه هنا بهذه الطريقة كده وارجع ادخل من الناحية التانية طرف الفم الآخر طبعا تقدري تغيري وتحركي وتزبطي افرطي اذا ما عجبك الشغل انا كده انتهيت بعد ما تنتهي قص الطرف الزايد اربط الطرفين هادي مع بعض طيب الآن انا خلصت زي ما شفته تطريز الفم وركبنا العين الشيء اللي ابغى سويه الآن انه احنا نسوي أو الجزء اللي يسبت ظهر الشغل بحيث انه ما يتنى عليكي وتتعفض كده الميدالية انا هادي عندي ورد بلاستيك اللي غلي فوب الملازم هتاخدي الظهر وتحطيه خلاص وتبدأي ترسمي داير ميدور بحيث انه ما يكون مرة على الحافة لانه الحافة هادي هتستخدميها في انك تضغط يعني تحط الظهر على الوجه وتشتغليه داير ميدور خلاص فانتي محتاجة انه يعني ترسمي بس تصغري شوية القطع وقصي بعد ما قصيته بس اتأكد انه في مجال اني انا اشتغل في الغرز هادي بدون ما يضايقني البلاستيك هادي زي ما انتي شايف هاجهز جزء من الحشوة او يعني كمية مرة بسيطة من الحشوة خلاص وزي ما انتي شايفة هحطها هنا تكون كده مفرودة وحاخذ قطعة البلاستيك وححطها وحاخذ الظهر وححطه وحبدأ اشتغل في كل حشو امسك الحشو من هنا في اللفتين وحشو من هنا في اللفتين واشتغلهم مع بعض حشو هذا السطر التامن نكمل الان بس هحط ماركر لا انسى عشان ايش اتأكد اني انا وصلت هنبدأ السطر التامن بعد ما نقلنا الماركر في اخر غرزة من السطر السابع هنبدأ نشتغل حشو في كل حشو بدون تزايد ولا تنقيص بحيث انه احنا لما نشتغل هنشتغل في الحشو اللي فيه الوجه مع الحشو اللي في الظهر مسكين كل الطبقات هذي وعملينا زي الساندويتش طيب بهذه الطريقة شايفين خلاص وابدأ اشتغل ممكن تتركي هدولي على جنب لحد ما تسبتي مثلا النص وبعدين تدخليهم لما نتوصل للنص تقريبا دخلي قطعة البلاستيك مع الحشو اذا حسيت انك بحاجة انك تزيدي حشو زيادة زيدي وحتكمل تشبكيهم مع بعض كده قفلت الكوكي في امكانك تسيبيها بدي الطريقة وفي امكانك تضيفي لها الحافة اللي بيه الغرزة الحشو المعكوس غرزة الحشو المعكوس هناك تسمى غرزة الكراب ستيتش او الريفيرست سينجل كروشي السطرة التاسع هنبدأ فيه بالغرزة هادي هتطلعي سلسلة بدل ما تشتغلي كده زي باقيات الشغل اللي كده رايح وكل مرة بنشتغل زي كده صح ولا لا لأ هنرجع عشان كده سموه غرزة الحشو المعكوس هترجعي على هادي الناحية بدي الطريقة بس هتفضل ماسك الشغل زي ما هو خلاص انا ارتفعت سلسلة فقط ارتفاع لبداية السطر هنرجع من هنا زي ما انتي شايفة فانا هحط الحشو حق الماركر تبعي في اول حشو موجود في الدور السابق خلاص اللي هيعتبر اخر حشو هاشتغل فيه بدي الطريقة الان حبدأ اشتغل غرزة الحشو المعكوس بهذا الطريقة هي غرزة سهلة جدا وما يحتاج تخافي منها هتجاهل اخر حشو سويته في السطر الثامن اللي هو بالنسبة لي اول حشو المفترض مني انا اشتغل به بس هتجاهله هدخل الصنارة كده خلاص هترجع لورا شايفة كده واتدخليها في الغرزة اللي بعدها طبعا اتجاهلنا اخر غرزة واللي بعدها هشتغل فيها دخلت الصنارة من الامام للخلف خلاص هاخد الخيط واسحبه بدي الطريقة واتكملي حشو تبعك عادي لو تلاحظ الحشو سار مقلوب كيانك سويته حشو مقلوب حشو معوق وطير على فوق هكمل تاني هرجع ااخد الصنارة ادخلها من الامام للخلف بدي الطريقة ااخد الخيط واطلعه سار عندي لفتين على الصنارة بس لفتين كيانها ملوية حالف واسحب من اللفتين هادي هادا تاني حشو هرجع تاني كده بهذه الطريقة هرجع تاني هرجع تاني لو تلاحظوا بها بدأت الغرزة تباني الغرزة ما رح تباني الا بعد مرور 3 الى 4 حشوات ماكو ستعمليها انا حكمل لاخر غرزة اللي فيها الماركر هنا زي ما انت شافها نوصلت للاخير خلاص عشان اكمل واقفل هقص الخيط واترك ديل شوية طويلة ساعدني طيب هجيب ابرة تنظيف هدخلها من الخلف للامام في اول غرزة حشو موجودة عندي زي ما انت شايفها وحرجع ادخلها مرة تانية في الغرزة من هنا بدي الطريقة عشان اقفل الفتحة دي شايفينها واشدها بحيس انها ما تبان وارجع ادخلها على طول على ورا شايفة كيف ما تبان وارجع تاني ادخلها من هنا وابني غرزة جديدة بحيس ان انا اشد الخيط على ورا من هنا بهذه الطريقة واخفل ديل طبعا طبعا الان في امكانك انك تعدلي اذا حسيتي انه مثلا حشوة مكتلة في النص دخلي ابرة التنظيف من احد الاطراف وابدي اسحبيها على الجوانب بدي الطريقة ووزعيها وزبطيها علي ما يعني يتعجبك النتيجة النهائية الان شوي التفاصيل اللي هي الفيونكا والخدود اللي من الجوخ نعمل الفيونكا مع بعض بنفس الصنارة حشتغل خلاص في دائرة سحرية بس حسيب لها ديل شوي حطلع اربع سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة رح اعمل اربعة عامدة بلفتين في الدائرة السحرية ده واحد اثنين تلاتة اربعة بعد كده رح اعمل اربع سلاسل مرة تانية واحد اثنين تلاتة اربعة اعمل منزلقة في الدائرة السحرية كده كملت اول جهة في البتلة هكرر نفس الكلام هطلع اربع سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة هعمل اربع اعمدة بلفتين في الدائرة السحرية واحد اثنين ثلاثة اربعة انهي باربع سلاسل باربع سلاسل وبمنزلقة في الدائرة السحرية بعد ما تنهي كده بس هعمل سلسلة هاقص اترك شوية ديل خلاص الان حكفي للدائرة السحرية بنفس الطريقة ما في اي تغير هذه الطريقة حمسك الديل اللي من هنا وابدأ اعمل اللفة هادي ممكن تمسك الديل من هنا كمان تكمل لتعمل اللفتين من هنا خلاص نعسبك شكلها اربطي الخيطين من وراء اربطي صلحيها زي ما انتو شايفين اكي وحنخيطها بهاد الطريقة بالنسبة للخدود الجوخ عندي قطعة جوخ استخدمت غطى قلم مقاسه تقريبا 12 ملي على حسب يعني المهم يكون اكبر من الاعيون بقليل او ترسميها رسم بيدك وتقصيها وتصمغيها على الاسطر خمسة وستة وسبعة او يعني زي ما انتو شايفة زي الصورة حاكي الصورة هنا لحيس انها تكون انزل من العين على تحت وابعد شوية في نفس المستوى تبع الفم من هنا ومن هنا خلاص هنا استخدمت الخيط زي ما قلتلك وسبت الفيومكا قصيت الجوخ وسبت بصمغ انا استخدمت صمغ اليوهو زي ما انتو شايفين عادي الان اتبقى بس ان احنا نضيف تعليقة المفاتيح انا عندي تعليقة المفاتيح فيها جامبرينج الجامبرينج اللي هي عبارة عن حلقة وفيها الشق بسيط من هنا حاستخدم تماشا هتحتاجي كماشتين بالذات اذا كانت الحلقة ما شاء الله يعني قوية اذا كانت الحلقة خفيفة ممكن تستخدم انك تمسك باصباعك من هنا كده وتفكيها بديل طريقة بس انا ما اقدر لان هالحلقة قوية كبيرة سميكة هحط كماشة من هنا وكماشة من هنا ابدا ما تفك الحلقة تبعديها كده ابدا هذا اكبر خطأ خيني اوخر هذا عشان تشوفي اكبر خطأ انك تبعدي الحلقة كده تفتحيها يمين يسار لا هتفتحيها كده فوق لتحت بديل طريقة خلاص فكي مسافة تكفي شوية انك انت تدخليها حدخلها حدخلها في الكراب ستيتش زي ما انت شايفها وقفلها خلاص وانتهى ممكن تستخدمي صامق قوي بحيث انك تقفلي الحلقة هادي وتخفيها جوة الورز هذا شيء يرجعلك وهادي هي نهيتها ان شاء الله يكون عجبكم الدرس وبسيط وسهل يريد تنفزوه وتشاركوني اعمالكم ان كان عندكم اي سؤال استفسار مرحبا بكم في اي وقت نهاركم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته